بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء وعشان كده حذرنا صلى الله عليه وسلم أن احنا نجلس مع جليس ممكن يتحول الجليس ده إلى جليس سوء يحرق قلوبنا ويحرق أخلاقنا وعشان كده دايما في حلقة الجليس بنفكر نفسنا وبنفكر قلوبنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كصاحب المسكي ونافخ الكير فحامل المسكي إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد ريحا خبيثة هنا بقى النهاردة شوية الجليس بتاعنا ده هو نافخ كير بس كثير من الناس ممكن ما لتفتوش إليه بس هو نافخ كير وجليس خبيث خبص ممكن كثير من الناس ما لتفتوش إليه هو خبص لما الإنسان بيصيب قلبه هذا الخبص بيخليه للأسف ما يشوفش ربنا ويخليه يشوف نفسه الأفضل والأكثر تميزا والأحسن من غيره والأحسن من كل اللي حواليه لحد ما يوصل أنه يحس زي ما بيقول المثل يارضي تهدي ما عليك يأدي فيتعامل مع اللي حواليه كأنهم صغيرين أوي وأصعب شيء لما الإحساس بالأفضلية والكبر يدخل قلب الإنسان من باب الدين في حالة أنا بسميها حالة النرجسية الدينية الكاملة معقولة ممكن حد يتنرجس بالدين آه آه فيه ممكن حد يتنرجس بالدين إبليس زمان حاول يتنرجس لما قال أنا خير منه لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى أوقفه عند حده إنه هو مخلوق وعبد جليس النهاردة با محتاج با أن الواحد يقف عند حده جليس النهاردة هو الكليس الخبيث اللي فيه الإنسان بيشعر معا في تعامله مع الناس تعامل مع أخوه أخوه اللي هو بيتعامل معه من منطلق الدين يتعامل مع أخيه على أنه أفضل منه في الدين اللي احنا استرحنا على تسميته بالطبقية الدينية الجليس بتاع النهاردة هو جليس الطبقية الدينية ما تتسرعش افهمني واحدة واحدة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وده عنوان من عنوين الدين الكبرى لا يدخل للجنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر فالكبر في التدين مفسد للحياة ومفسد للعلاقة مع الله لأن الله أصبح وتعالى أغنى الأغنية عن الشرك وما ينفعش حده هو بيعبد الله يعبد نفسه يعني ما ينفعش أن واحد يروح تطالع من عبادة الله يدخل في أفرايته من اتخذ إلهه هو هواء صعبنا بتاع الطبقية الدينية ده هو بيعبد هواء وعشان كده لما بنتكلم عن الطبقية الدينية بنتكلم عنها لأنها من أهم الآفات الخبيثة اللي صنعها وزرعها التدين الكم في المجتمعات واللي تعتبر من أهم بذور التطرف خليني بس أقول لكم بنقصد إيه بالطبقية الدينية إحنا عارفين الطبقية الاجتماعية الطبقية الاجتماعية أن فيه الناس يشوفوا نفسهم سادة وفيه الناس يشوفوا نفسهم عبيد الطبقية الدينية فيه الناس يشوفوا أنهم ابتوع ربنا وناس تانية مش بتوع ربنا الناس بيشوفوا نفسهم نحن أبناء الله وأحباءه وناس يشوفوا الناس تانيين الناس دولة حثالة الناس والناس دولة لا يستحقوا أن يكونوا عبيداً لله خليني ألفت نظركم أن بدأ التدين الكم يعمل هشاشة في المجتمع لما قسم المجتمع زي التقسيم اللي عملته الطبقية الاجتماعية عمل هو تقسيم أنا مش بيتكلم عن المصطلح قد ما بيتكلم عن الحالة عندما قسم المجتمع إلى مجتمع ملتزم ومجتمع مش ملتزم أو أشخاص ملتزمين وأشخاص مش ملتزمين وبقت الفكرة الإبليسية دي اللي يا فكرة ليه بقول فكرة إبليسية لأنه متاخدة من إيه متاخدة من قول إبليس أنا خير منه بقت سم بيسري في حياتنا كلها ليه بقول سم بيسري في حياتنا كلها لأنه ما سبش حتة في المجتمع إيه لو دخل فيها اللي يا فكرة إيه الطبقية الدينية فكرة إيه إنه واحد مثلا يدخل السم ده البيوت في الزوجة مثلا تزود من عبادتها فتحسس جوزها إنه أقل منها في الدين وتحسسه أنا مش عارف أنا مستحملك إزاي وأنت كده مش ملتزم يا جماعة شوفوا لي حل أنا جوزي مش ملتزم يعني إيه مش ملتزم ما بيحفظ على السنن زي ما أنا بحافظ على السنن بس حضرتك مش ملاحظة حاجة أنت بتحافظ على السنن أنت مش لحظة إن جوزك ده إنه مفروض تدعميه ومفروض ما تبقاش فيه معايرة ومفروض إنه أي عبادة في الدنيا مكتوب عليها حتى لا تعلم شماله ومأنفقت يمينه يعني المفروض عبادتك دي تظهر فيه لطف أخلاك مش إن الزيادة في عبادتك تجعلك أكثر وجاهة على جوزك دايما فيه حي يسمعها زي ما فيه الطبقية المجتمعية فيه وجاهة في حي يسمعها الطبقية الدينية تعمل وجاهة دينية لا الدين مش مفروض والعبادة مفروض ما تعملكيش وجاهة دينية المفروض تعملك رحمة دينية أخلاق دينية فالمفروض الرحمة تزيد عندك وعشان كده فبيحس جزء إن هي للأسف عاملة فجوة بينه وبينه هي فوق وهو تحت زي ما في الطبقية الاجتماعية على طول وكان الأولى إن هي كل ما تتدين جزء يحس بلطف الله ويحس إن هي نعمة من نعم ربنا فيصبح قلبه معلق بالله لأنه إيه اللي حصل إن ربنا أنعم عليه بزوجته وزي بعض الأهالي مثلا لما يربوا أهلهم وخاصة بناتهم مثلا على إنهم أفضل من زميلاتهم اللي معاهم في المدرسة لأن هي محجبة هي يجي يقول لي هي الوحيدة المحجبة في المدرسة إنت عارف يا مولانا كم المعاناة اللي بتعانيها ليه طيب لأنها بتحس بالبلاء وتحس بالاختبار مش إن هي بتحس بإن هي عندها مدد من ربنا وحس إن هي في وسط مجتمع لكن هو حسسها إن هي بدل هي محجبة وبقية المدرسة مش محجبة يبقى هي إيه اللي حاصل هي المتدينة الوحيدة اللي في المجتمع المدرسة ما إن المجتمع المدرسة فيه بنات طيبات بس إيه تساوى الطيبة وصعد إن هي متمسكة وقبضة على الجمرة فهي عندها فتنة ويهي في وسط الفتن دي وربنا يعنا أنا ما بتكلمش على فكرة إن واحد يستمر في العبادة بس إحنا ربنا الناس كده على إن استمرارهم في العبادة ده عبق وخليها إنهم استمرارهم في العبادة ده مش بس عبق محنة فبدأ الدين يتحول إلى محنة عند ولدنا فالبنت بتنظر لزميلتها نظرة دونية فزميلتها اللي مش محجبة تحس معها بالرفض لدرجة إنهم في بعض الأحيان يقولوا لها ما تلعبيش معها ما تقربيش منها لاحسن تبهت عليكي وحتى هي طيبة فييجوا بعض البنات وهم بيقولوا أهلهم بس دي زميلة طيبة يفضلوا يملأ قلب بنتهم أسوى لغاية ما هي ترفض البنت دي لأنهم خايفين على الجوهرة النقية وهذه لاسة سخرية أنا أتكلم على في قلوب الأهالي إن تتلوث بهذه البنت اللي هي في الأساس طيبة وقلبها معلق بالله أنا مش قضية قضية الحجاب أنا قضية اللي بيحصل في النفوس بالعبادة مش ده مراضي الله سبحانه وتعالى إنك تخلي ابنك أو بنتك يحسوا إن هم بدين ربنا بقوا أعلى من غيرهم ويخلوا غيرهم يحس إن الدين ده قاسي ما بيحترمش الناس ولا بيقدر مشاعرهم وبيدوس على الناس وبيكسرهم والدين ده وات خالي من الأخلاق لإن لو كان الدين ده بيخلي الناس عندهم أخلاق ما كانوش يتكبروا على بعضه أو زي مثلا في الشغل في الشغل كمان تلاقي ناس كده مثلا لو مديرهم ما سمح لهمش إن هم في وقت الصلاة يوقفوا الشغل كله ويعطلوا الشغل كله ويقوموا يصلوا مع إنه على فكرة ممكن وقت انصرفهم ده يكون قبل إتيان الصلاة الأخرى ويكون مثلا زي صلاة الدهر هيمشوا الساعة اثنين فيبقى عندهم فرصة إن هم يصلوا لكن هو عايز يصلي دلوقتي فمديره إذا ما خلوش يصلوا دلوقتي يبقى كده المدير ده مش بتاع ربنا ونبدأ ندوله على أوصاب بقى أصل هو ممكن يكون على فكرة علماني ممكن على فكرة يكون معادل الدين ونبدأ نوصفه بأوصاب بقى إيه اللي حصل إنه هو مدير فاسد إنه هو مدير فاسق إنه هو مدير والعز والله بيعادي في الدين ويا سلام لما يدخل بقى أغربنا الشخصية واركبها مع ده فيبقى ما هو إنتوا عارفين بقى ظلمه ما وصلش اللي هو فيه ده غير إن الحياة كلها والمجتمع كله بيرفع الناس اللي ما بيحبوش الدين ويخلوهم في مقام وفي مكانة أفضل أنا عارف إن الكلام اللي أنا بيقوله ده وقت سريع سريع عند بعض الناس عارفين ليه؟ لإن الطبقية الدينية دي مشيت في حياتنا كلها تخيل حتى الطبقية دي ممكن يغرسة أهل التدين الكمي ما بين الإبن ومين؟ ما بين الأبن وأمه وأبوه فالطبقية الدينية يغرسة أهل التدين الكمي ما بين الإبن وبين أهله بين أبوه و أمه و الناس يفضلوا عايشين كده فيربوا الولد على أنه مثلا الولد يبقى حاسس أنه هو بالنسبة لأهله المهدي اللي هيديهم يخرجهم من الظلمات إلى النور فالولد كل ما زاد في الدين يبص الأهله باحتقار لأنه أقل منهم في الدين وأقل منه في العقيدة وأقل منه في الحياة والعاذ بالله مع أنه أبوه ده مكتوب على جبينه من بات كلا من يديه بات مغفورا له ومع أن الولد مكتوب على جبينه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال وذرة من كبر فالناس يعيني ما بتبقاش فهمه الولد جاب كل هذه القسوة وكل هذه العطلية منين وعشان كده من علامات الطبقية الدينية حاجة شوية أنا أقول لكم عليها يفضل يتربى أهل التبقية الدينية على أنهما مجتمع مغلق مجتمع مغلق يعني إيه؟ إحنا المجموعة اللي شبه بعض هو ده المجتمع فيشتري من اللي زيه ويتكلم مع اللي زيه ويصاحب اللي زيه وياخد بقى يفهم الأحاديث والنصوص بطريقة فيها نحن أبناء الله وأحباه إزاي يعني؟ يقول لك كده يفهم نصي مثلا لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيه لا تصاحب إلا اللي زيك واللي شبهك ما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان في مجلسه بيعطي حتى المنافق حتى في مجلسه صلى الله عليه وسلم بيعطي الناس على اختلاف تدينهم على فكرة كمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمنا إن إحنا نشوف الناس ونصاحب الناس مش معنا نصاحب الناس إن إحنا نخلي الناس تبقى في الدائرة القريبة مننا لكن ما ينفعش نعمل طبقية ونخلي كل الدوار اللي حوالينا لازم تبقى شبهنا ليه طيب؟ لأن ببساطة خالص إحنا بنحس بكده إن الحياة هي دي طب ولما نعمل دي الناس اللي حوالينا اللي يبقى كلهم شبهنا هنعمل إيه في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خلط الناس وصبر على أداهم خيرهم من من اعتزل الناس العزلة بتاعتك دي مش على مراد حضرة النبي لأن حضرة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى الطبقية الدينية بتربي في الإنسان مجموعة من الصفات الخبيثة أول صفة بتربيه على احتكار الدين إن الدين بتاعه هو فيحس إن الدين بتاعه هو وبتاع اللي شبهه في نمط التدين لكن الدين ده للعالمين فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وصلى الله عليه وسلم للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهنا عايزين نقول حاجة مهمة إن التدين الصحابة على فكرة ما كانوا شبه بع يعني لما تشوف سيدنا أوبكر كان أوبكر الصديق فسيدنا أوبكر كان من أكثر الناس اللي هم بيحسبوا نفسهم فكانت دينه بيخليه ما يتكلمش كتير فسيدنا أوبكر لو شفته بnessi سيدنا عمر سيدنا عمر كان جريئا وكان مقداما في الحق سيدنا علي كان كل ما يتكلم كلامه يقتر حكمة فما بين سيدنا أوبكر اللي كلامه قليل وما بين سيدنا عمر الذي يعبر دائما عن مشاعره وبين سيدنا سيدنا الإمام علي اللي كان كل ما تكلم تكلم بالحكمة ما بين الأصناف دي وبين سيدنا عثمان شديد الحياة الصحابة كانوا مختلفين في التدين لدرجة أن أحد الصحابة لم أحد صحابي آخر على شدة حيائه فقال الله رسول الله دعوا فإن الحياة لا يأتي إلا بخير يبقى كان فيه تدين كتير أشكال من التدين كتيرة فيما بين الصحابة وكلهم كانوا مختلفين ففكرة أن يتربى على أن الدين من أهم أشكال احتكار الدين أن يخلوا الدين لي ملابس معينة فيه صحيح ملابس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسها بس إحنا على فكرة ملابسنا إحنا في العصر اللي فينا دي ممكن تقترب من ملابس حضرة النبي بس أكيد شكل الملابس اللي كانت عند حضرة النبي مش ممكن نبقى رأيبين منها تبكا لأن العصر تغير والثقافة تغيرت والملابس بتتغير بتغير التراث أه صحيح فيه ناس بتحاول تحاكي ملابس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أن نتصور أن الصحابة كلهم بيلبسوا نفس السياب ما كانش حقيقي ده حتى في السياب حتى في السياب لأن بعض الصحابة كان لا يجد إلا إزارا وبعض الصحابة لا يجد عمامة وبعض الصحابة لدركة أن الحديث أتى حديث رسول الله سلم رب أشعث أخبر زيط مرين يعني ما يبس عمامة هو أشعث أخبر يعني عار الرأس لو أقصى مع الله لأبره يبقى مش كل الصحابة كانوا على نفس شكل الثياب اللي كانوا بيلبسوها فدي أول حاجة إن احتكار الدين وصناعة المجتمع المغلق دي من أكتر الأشياء اللي بيمارسها التبقية الدينية يقول له إيه روح اشتريب من اللي زيك الملتزم تبقى الرجل الفقير ده اللي هو مزيك ملتزم بس هو فقير يقول لك ما أنا روح المتدين ده ما رسول الله سلم قال تصدق اليوم على غني تصدق اليوم على بغي تصدق اليوم على سارق الناس دولة مين هيكون ليهم يقول عايز بقى هو يكون في المجتمع يدخل في مجتمعنا لا 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 حضرت النبي كانتش يعرف بكده حضرت النبي كانتش أمرنا بكده خالص حضرت النبي أمرنا إن احنا نكون رحمة للناس مش نغلق على نفسنا ويبقى المجتمع مغلق ونزاك المجتمع المغلق من أهم علامات الطبقية الدينية إيه اللي حاصل يجاوزوا من بعض ويعيشوا مع بعض وبقيت الناس بعيدين يقول لي يعني أنت عايزني أتجاوز حد مش على أخلاقي لا 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 حضرت النبي كان بيتكلم على الدين بمعنى الأخلاق مش الدين بمعنى السورة اللي أنا مصورة عن الدين يبقى أول حاجة بتظهر فيها الطبقية الدينية هو احتكار الدين الحاجة التانية اللي بتظهر التربيع على احتقار الناس أولا في احتقر الناس اللي شايفهم أقل منه في التدين فممكن عادي يعني يبص ديهم من فوق لتحت ممكن ما يسلمش عليهم على فكرة يعني أنا أقول لكم حاجة أنا عمر الوارداني بتحصلي أنا 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 بإزاي الأزاري ده والله أقول لكم أنا بإزاي الأزاري ده ممكن حد من أهل التدين الكمي أبعيني فاينه فميسلمش علي طب أنا أعمل له يعني أعمل له إيه أكتب من كده إن أنا مشتغل بالدين يعني لو كان حد هو عايز يسلم عليه وليه علاقة بالدين يبقى أنا راجل مشتغل بالشريعة المتشرع ده لكن هو ما يسلمش علي عشان أنا مختلف عنه مختلف عنه ليه وإزاي كان في بعض الأحيان أتعمد إن أنا أسلم على أخوي عشان أقول له حبيبي أنت حبيبي متعملش كده اللي أنت بتعمله ده يسيء للدين يسيء للدين لأن في الحقيقة أنت مش فاهم إن إحنا كلنا عبيد لله فميسلمش على غيره ما إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إن إحنا نسلم على من نعرف ومن لا نعرف وقال عليه الصلاة والسلام المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره تالت حاجة بتظهر أو فيها التدين الكمي ده إن يتربي يربي نفسه على تصيد العدوة ده مش بس تصيد العدوة ده هو أستاذ تلاقي الشخص ده أكثر الناس تصيدا للعدوة مع الآخرين يعني إيه اللي حصل يفضل يتصيد العدوة مع الناس ويتصيد تلاقي الشخص ده أكثر الناس تصيدا للعدوة مع الناس ليه بقى لأنه حاسس جواه إنه شعب الله المختار نحن أبناء الله وأحبابه حاسس إنه هو الصح وما فيش حد صح غيره وإنه الأفضل فأي حد مش شبهه يبقى عدوه ليه مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا بالمسلم قال من سلم الناس من لسانه ويدي يعني يكون سلام للناس مش عدوه ليهم من غير سبب للعدوة لدرجة أنا أقولك حاجة إن من أكثر الحاجات اللي بتربع عليها الشخص ده الشخص اللي هو بتاع الطبقية الدينية يتربع على حاجة خطر جدا جدا إيه هو؟ مش بس إنه هو ما يسلمش على الناس مش بس إنه هو يعمل مجتمع مغلق مش بس يحتقر الناس لكن يتربع كمان إنه هو لازم يعيش في غربة لازم يعيش في غربة يعني إيه؟ أنا مش زيكم فأنا لما ما بعيش زيكم وما أختلتش بيكم وما بعيش معاكم وأنا في حتة تانية أنا بنفذ مراد رسول الله فطوبة للغرباء لا الغربة ديت الحقيقة مش حضر تانيبي مش طالب إنه نعيش في غربة ده بيتكلم عن حالة تحصل للناس مش إنك إنت لازم تخلي إنت غريب في وسط الناس اللي زي دي حالة فكرة إنت بتشاور بصباعك ده على الناس اللي زي دي إنت بتتكبر عليهم حالة تانيبي ما عملش كده حالة تانيبي ما علمش الصحابة يشاوروا بصوباعهم دولة على المنافقين ولذلك الصحابة ما كانوش عرافوا المنافقين عشان ما تبقاش ما تبقاش في المجتمع الخصلة اللي إنت بتعملها دي لو كان حد لو كان رسول الله عايز يأسس فينا الطبقية الدينية كان فضح المنافقين أسماءهم كلهم بس ده ما حصلش ده حمي كلمة على المنافقين المنافقين ما في المنافقين لعلى قدقات اللي هم ما كفوا ما حصلش إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ومع ذلك أنت بتعمل كده مع إخواتك في الإيمان إخواتك في الإسلام إخواتك في الدين إخواتك اللي الأصل إخوانا على سور المتقابلين إنما المؤمنون إخوة أنت مش عايش بتاه وعشان كده التلت خصال اللي إحنا قلناهم دي بتخلي المجتمع منقسم بتخلي الناس تحس بقسوة الرفض تخلي الناس تنفر من دين الله ويحسوا إن هم مش محل نظر وود الله فالدين ما بيطلبش مننا التمييز هذا تمييز خبيث هذا التمييز تمييز يفقد معنى السواسية قال أن الناس كأسنان المشط حضرت الرسول اللي كان بيكلم عن الناس لا فضل لأعربينا على أعجمي إلا بالتقو والتقو دي في محلها في القلب فإزاي أنت عرفت أن أنت تقي إزاي أنت قدرت تحكم عن نفسك أنه هو تقي أن أنت تقي وغيرك مش تقي عشان أنت بس صورت نفسك أن أنت عابد لله الدين عايزك تبقى في محل العبودية فتكون إنسان زي ما حضرت النبي قال أقربكم مني أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا مين أحاسنكم أخلاق حدثنا كمان يا رسول الله الموطقون أكناف الذين يألفون ويألفون أنت أليف أنت الناس بتألفك ولن تقافل عن نفسك وعلى مجتمعك فمتكلمش جارك ولا بتكلمش ولا بتكلم جارتك ولا بتكلم الناس في الشارع وتقول يا رب ده أنا حايش هنا في كم من الناس اللي ما بيطعوكش أنا خايف أن أنا خايف أن أنا أتعذب بسبب الناس المحطين إيه البشاعة دي فأنت على فكرة مش جاي الحياة عشان تثبت أن أنت الأفضل أنت جاي الحياة عشان تعيش عبد لله بالمناسبة أنت عبد لله وهم عبيد لله وعلى فكرة أنت ممكن تكون شريل لأن أنت بتطلع أسوأ ما في الناس لأن الشرع أمرك أنك تدفع باللتي أحسن والشرع أمرك أن أنت تخرج أجمل ما في الناس وأحسن ما في الناس وعشان كده كرامة العبد في حسن افتقاره لمولاه وعشان كده علامة أنك بتعيش بدين الله في الحياة أنك تعيش بالتراحمية مش بالطبقية يعني أنك رحمة للناس الله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون أنت بتمشي على الأرض هون ولا بتمشي على الأرض الناس شايفين رسول رسول الله جيه ولا لا لنت ناقص أنت ومشي على الأرض تقول يا جماعة أنا وصلت ما تقولوا طلع البدر علينا حتى أنت طلع البدر علينا بتقول أن هي طلع البدر علينا ده تحدثها ضعيف فأنت حتى طلع البدر علينا بتقول إن هي مش موجودة مش ممكن تكون إنت عايز إن أنت تكون خير للناس وإنت الناس ما تشوفش منك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال خير الناس أنفعهم للناس إنت أنفع للناس وبعد إنت تدعي إن أنت شبيه بتتشبع بحضرة النبي أنا شايف إنه يعني يبقى فيه حمرت خجل شوية عشان إن أنت لو شبيه بحضرة النبي كنت تقدر تخرج أجمل ما في الناس إن الله في عون العبد ما كان العبد وفي عون أخي وعشان تعيش بالتراحمية لازم يتعود الإنسان ويعود الإنسان نفسه على خلقين مهمين أول خلق خلق المسكنة اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وحشولني في الزمرة المسكين مين يتكلم ده؟ مين اللي كان بيقول كده؟ سيد الخلق فالمسكنة معناها إنك تعلم نفسك كيف تعيش بين الناس مسكينا وإيه اللي حصل؟ فتعمل نفسك مش تعمل نفسك مسكين قدام الناس لكن تعيش ده عشان تنال عطفهم لا المسكنة إن أنت تحيا فقير مسكين وإنت حس إن أنت بينادي الله كأنك تعمل إيه؟ بتمل نفسك باللي قاله حضرة النبي اللهم أحيني مسكينا أنا أميتني مسكينا وحشولني في الزمرة المسكين سيدنا أبو بكر لما يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله أمرني أن أقرأك أن أقرأك القرآن فحضرة سيدنا أبو بكر يقول له أسماني باسمي؟ ففضل يبكي فبالرغم إن سيدنا أبو بكر مبشر بالجنة لكن تجدوا اتربى على اتربى في مدرسة أعظم مسكين لله حضرة النبي يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله فيحس إن هو فقير بينادي الرب ولذلك إلا حاصل وصل بقى لدرجة الإمعان في المسكنة والله لو إحدى قدمية في الجنة وأخرى خارجها ما أمنتم مكر الله هو ده اللي تربى في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أنت فين من سيدنا أبو بكر؟ السؤال الثاني خلق المحبة مش هينفع أن أنت تكون أنت عايش بالتراحمية ولازم تعيش بالمسكنة وتعيش كمان معها بخلق المحبة الصادقة يعني إيه المحبة الصادقة؟ يعني إيه؟ لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسي حضرة النبي اللي علمنا ده حضرة النبي جعل إن الإنسان يحب الأخي ما يحبه لنفسي وعشان كده تعالوا نشوف الإجراءات دي أول حاجة عود نفسك على أنك أنت تخدم اللي حواليك بدون نظر ولا بدون تنمييز وتخدم خاصة اللي لقيت في نفسك أنه هو أفضل منك اخدمه ساعده عشان يستمر جميل ويستمر في الإقبال على الله تاني حاجة عود نفسك أنك تدعي بظاهر الغيب للناس ادعي لكل إنسان تقابله تالت حاجة ادعي الله سبحانه وتعالى كل يوم في الصباح والمساء أنه يجعلك من المساكين ومن أهل الافتقار ادعي بدعاء حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله ما حيني مسكينا وميتني مسكينا وحشني في زمرة المساكين وآخر حاجة حاول دايما لما عينك توعى على الناس توعى على أحلى حاجة فيهم وحاول دايما تمدح اللي فيهم ده عشان كل ما تمدح لفيهم ده يزداد الجمال فيهم يا رب جعلنا مساكين ويا رب لا تجعلنا أبدا في من ينظرون إلى الناس باحتقار اللهم إنا نخشى الكبر فيا رب اجعل نورك واجعل فقرا لك حاجزا بيننا وحسنا لنا من أن نقع في الكبر يا رب العالمين واجعلنا في أمانك واجعلنا في ضمانك واجعلنا يا ربنا موطؤون أكنافا لعبادك واجعلنا هينينا من أهل السهولة ومن أهل الدين يا رب العالمين في كل وقت وحين بعد الفاصل نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا حضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت نجيب عليها زي الوقت اللي احنا خصصناه لهذه الأسئلة المباركة تعالوا نشوف أول سؤال عندنا بيقول أول سؤال عندنا أنا معمولي عمل بوقف الحال أتصرف إزاي مين قالك أن أنت معمول لك عمل بوقف الحال أو مين قالك أن أنت معمول لك عمل بوقف الحال لو أنت لو ما تجوستيش أو أن اتطلقتي أو أن أنت عندك مشكلة في الاكتساب أو أي حاجة ده بيمر على كل الخلق الخلق كتير منهم بيحصل لهم كده والخلق كتير جدا 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 عايشين في هذه في منهم كتير عايشين في معاناة مسلمين وغير مسلمين وأنا شويتين تلاتة أنا ما بفهمش أن حد يقر وكده يبقى مؤمن ومؤثق جدا جدا بفكرة العمل دي عشان تؤمن بفكرة العمل دي لازم تشوف العمل وهو بيعمل أنت بتشوف العمل وهو بيعمل ولا حد بيحكي لك طب اللي بيحكي لك ده إزاي أنت حصل لك النواة بيعرف الكلام ده يا سيدة ما ينفعش اللي احنا بنعيش فيه ده وتاسمه عقلية الخرافة أني واحد يعيش أنه هو معمول وعمل ويعيش بقى ويعيش حياته كلها ما بيجتهدش وما بيتعلمش ما أنا أنا للأسف يعني لو كان فكرة العمل العمل ده فكرة مهمة جدا ولازم نعتبرها كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا إزاي نتعامل مع العمل لكن حضرة النبي علمنا حاجات مهمة جدا اللي الناس بتقول إنه هو ده لتجنب العمل لا حضرة النبي ما علمه مش ده عشان الأعمال يعني الرقية الشرعية اللي الناس بيستخدموها عشان يكراسه في الناس اللي فيه عمل لا حضرة النبي علمنا الرقية الشرعية عشان نعرف إنه إحنا في أمان الله مش عشان ممكن يلعب في حياتنا يا سيدي ازاي اعتفهمه بتفهمه الكلام ده وانت معاكم حديث من الرسول اللي سلم بشرة كده وانتو بترموها ومتعملوش بيها واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لان يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك يبقى انت ازاي قادر تعيش مع فكرة ان في حد تلاعب بحياتك حياتك دي في يد الله في ملك الله فلا احد يستطيع ان هو يتلاعب بحياتك يا ابني فانت بتسألني اتصرف ازاي اتصرف في ثلاث حاجات اول حاجة عشان تكون انت واضح وعارف تعمل ايه اول حاجة تلقي فكرة العمل ديت من دماغك تاني حاجة تجلس مع خبير سواء الخبير ديت خبير نفسي او خبير زواجي او خبير في العمل وتسأله انت في رأيك تعرض حالك عليه انت في رأيك ايه اللي ممكن يسبب لي المعوقات اللي عندي دي هيقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست رقم تلاتة تروح تتدرب على حاجات تخليك متقعش في المعوقات دي يبقى تلات حاجات اول حاجة تتأقن بان حياتك كلها في يد اللاء ومحدش هيقدر يضرك تاني حاجة تروح تسأل خبير هو اللي انا فيه ده وفي رأيك ايه سببه والخبير مش معنى الخبير ان انت تروح تسأل نفس الشخص اللي كانت بيفكلك العمل فتقول له طب انت ايه رأيك ايه اللي حاصل لي ده بسببه ما انت هيقول لك العمل ما هو الراجب يسترزق يسترزق بإعلام الناس بأوجاع الناس بعقل الناس ويحاول الناس الى عبيد للوهم لا هذا الكلام التصالف الصحيح ان انت تلقي هذا الكلام وتعرف ان حياتك ملكي لله محدش هيفسده عليك تاني حاجة تسأل خبير خبير بقى في الادارة خبير في العلاقات الزوجية خبير نفسي خبير اقتصادي عشان تشوف ايه الحكاية تشوف واحد في المهنة دي يقول لك هو انت خسرت ليه يقول لك انت تنفع في المهنة دي ولا ما انت فقاش في المهنة تكون صادق مع نفسك تكون راجل تكون راجل يعني ايه من الممينين الرجال صدقوا ما عادوا الله علي فتكون خليك صادق مع نفسك لما تكون في مهنة انت مش شطر فيها وبتخسر اموال فيها والخبير قال لك انت مش من اهل هذه المهنة سبها وروح لمعنة تانية اذا لم تستطع شيئا فدعه واجاوزه الى ما تستطيعه روح للحاجة اللي انت تقدر تعملها تالت حاجة وببساطة خالص اتعلم عايز تخرج من وقف الحال اتعلم كل ما تتعلم كل ما الابواب تتفتح ليك وخليك رجل رجل يعني ايه ما يهمكش اسبر اسبر عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على الال زي ما قال سيدنا سفيان الثوري يبقى انت ايه اللي حصل استمر ما توقفش يبقى انت رأيك كده اه رأي كده طب ما فيش اذكر والاوراد يا سيدي كل القرآن اذكر واوراد ويا سيدي عشان بس انت تهدي بالك قول يا لطيف 129 مر اقرأ الفتح سبع مرات اقرأ قوله والله تلات مرات اقرأ معاوزتين مرتين بس فالاخر خالص انت بترجع بترجع الى الله مش بترجع الى القرآن باعتبر القرآن مفصول عن الله وهو اللي يفكلك الاعمال مفيش اعمال يقول لان انت بتقول مفيش اعمال اه بقول لك مفيش اعمال انت مش معمول لك عمل انت عملك في عمل واحد بس هو انت انك لا تعمل العمل الصالح المتصل بالله اعمل العمل الصالح واقبل على الله سبحانه وتعالى وهتشوف الحياة تتغير ازاي لكن ما تروحش تختبر ربنا انت بحتاج الاستقامة وتستمر وتعرف ان الحياة دي بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يدبره السؤال اللي بعد كده السلام عليكم انا عايز اعمل ثواب عشان حاسس ان ربنا مش راضي عني ومش معايا فلوس وبصل الصلوات اعمل ايه تاني مسألة بسيطة خالص الصدقات ما بتتوقفش على صدقات الاموال بس ممكن يكون صدقات النصيح صدقات المساعدة صدقات دعم الناس صدقات الكلمة الطيبة حضرة النبي مش قال والكلمة الطيبة صدقة يبقى الكلمة ممكن تكون وقت بس سمك في وجه اخيك صدقة كل دي صدقات ممكن انت تعملها وممكن تفتح لك ابواب كتيرة جدا 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 من الخير بس انا عايز اقول لك بس ان فضل ربنا عليك وعطاء ربنا ليك مش متوقف على انك انت عملت العمل الصالح ومملتش عمل الصالح فانت على طول استقبل وجه الله سبحانه وتعالى واكتهد اكتهد ان انت ببساطة تعمل عمل صالح بكل اشكال وانا نصحت لك فيه خمس عمل صالحة تعملها وسهلين عليك اول حاجة امتن للاصحاب الفضل عليك اي حد صاحب الفضل عليك امتن ليه ولا ان شكرتم لا زيد انكم يبقى اول صادقة هتعملها الامتنان شكر الناس يبقى دي اول صادقة الصادقة التانية ابتسم ابتسم في وجوه الناس انا اعرف ناس كتيرة جدا 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 لا عملوا حاجة ولا سووا اي حاجة ولا عندهم فلوس ولا اي حاجة والناس تحبون موت تحبون موت ليه وشو سمح يا اخي يبتسم فتاني صادقة انا بقولك عليها لو عملتها ايه اللي حاصل تحس كده ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدور الناس ليك ويوضع لك القبول تاني صادقة هي التبسر يبقى اول حاجة ببساطة خالص انت عليك بالزبط ان انت طول الوقت تكون شخص نافع تاني حاجة نافع الناس تنصحهم تاني حاجة تصدق بايه ان انت تمتني للناس اول حاجة تمتني للناس تاني حاجة ان انت تتبسم في وجوه الناس تالت حاجة ان انت تنادي على الناس باسم حل ماقوله للناس حسن والكلمة طيبة وصدقة يعني ايه خلي انت بتتعامل مع الناس كل واحد قل له اسم حل اولادك نقلهم اسم حل الناس بيعملوا معك في العمل اسم حل ولما تقابل حد في الشارع قل له اسم حل وكده دي صدقة تخليك انت حاسس براح تالت رابع حاجة كتر من النوافل كتر من النوافل يعني ايه صلي ركعتين كده في جو في الليل صلي خيام الليل صلي حافظ ما تتركش السنن للرواتب كل ده يخليك احسن خمس حاجة ان انت تعملها وده مهمة خالص ادعي للناس بظهر غيب لما تلقط واحد كده في الشارع في قاعد كده ولا واحد حزين ولا واحد كذا وانت ما قدرتش تقول له كلمة حلوة ولا قدرت تتكلمه ايه اللي حاصل؟ قول يا رب الشخص اللي انا شفته ده يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا تجعله يمضي علي اليوم الا وقد فرقت عنه يا رب لا تدع فلان فلان ده اللي معايا في الشغل اللي انا ما قدرتش اكلمه الا يا رب وقد بسطت حاله الا وقد يا رب خففت عنه يا رب وفق فلان ده النهار ده في المقابلة بتاعته يا رب وفق فلان النهار ده ما بينهم بنزكته يا رب واصلح بينهم يا رب العالمين يا رب اجعلنا دايما في حبك وفي حنانك وفي فضلك وفي معيتك يا رب العالمين ده لما يحصل ايه اللي حاصل انت هتحسف كتير جدا جدا ان حياتك اتغيرت بس ايه دي خليني بس اقولك حاجة ان الخمس حاجات اللي قلتها لك دولة دولة امثلة مش هي بس الحاجات دي اللي تخليك حاسس بان انت يا ربنا راضي عنك بس حاجة مهمة جدا لازم تفهمها انا خايف من السؤال دوت انا خلاص قلت لك اه بس استشارت لك انا خايف جدا جدا وقلقان جدا جدا من السؤال ده ان صاحبه يكون بيجلد ذاته انه عمل زنب وحسس ان الزنب ده لانه كبيرة او لانه زنب عمله وكان فيه غدر او فيه ازل حد او فيه ازل نفسه انه هو تلوث فمش هيقدر يعيش مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا مش هياخباله انا بقولك لا ما تحسش بكده انت لازم تحس ان ربنا سبحانه وتعالى يحبك وده لو بيحبك انه خلاك كتبت الكلام ده وخلاني اكلمك ليه طيب لان تعالى انت بتقوله دينا الصراط المستقيم فسألت والسؤال ده احد اشكال للصراط المستقيم فسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون فاعلم ان سؤالك ده نوع من انواع هداية ربنا ديك فهو لو ما كانش يريدك ان انت تتحسن وتتغير ما كانش خلاك سألت السؤال ده وعلى ذلك فانت لازم تعمل حاجتين تعمل الاعمال الصالحة البسيطة اللي انا قلت لك عليها وتزداد في الاعمال الصالحة وتزداد في الاعمال الصالحة وانت على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش طرتك وانت متلوستش وبقيت خلاص وما ترود من رحمة ربنا مبالاش كده ودايما حتى لو ان انت شايف النزام باللي انت عملته كبير اسمع بقلبك نداء ربك عليك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب وجميع فاقبل على الله سبحانه وتعالى وما تخافش واستمر في هذه العمال الصالحات وان شاء الله ربنا يكرمك ويسع عليك ويبرك لك واجعلك في خير حال يا سادة انه النهاردة اتكلمنا عن جليس مر لازم نوجهه ولازم نتركه يا سادة مفيش حياة اسمع طبقية دينية لكن فيه ان ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي وربنا بيحب يحب السهلين الهينين الليلين الموطقون أكنافه ازاي واحد بس قادر يفهم انه هو هيبق فيه طبقية دينية وحضرة النبي بيقول الموطقون أكنافه يعني الناس الطيبين السهلين الهينين الليلين مع الناس مش الناس اللي قاعدين نفع عصف الناس ويحطوا تيكت ويحطوا وصمات على الناس عايز تقيس انت قد ايه انسان بتعيش بالرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها عنوان اتباع حضرة النبي شوف نفسك قد ايه بتقول كلام حلو للناس شوف نفسك قد ايه بتساعد الناس شوف نفسك قد ايه بتطبطب على الغلابة والمساكين وخاصة ان انت شايف انهم ما يعرفوش عن ربنا لانها تسمع منهم كلام عن ربنا حلوة اوي خلي الكلام دا يدخل جواك ودع للناس بظاهر الغيب وساعد الناس وما تبصش في الناس غير على كل حاجة حلوة ساعتها هتلاقي قلبك رحيم وهتلاقي الابواب تفتحت لك يا رب اجعلنا من اهل الفتح ومن اهل التوفيق ومن اهل السداد واجعل يا ربنا قلوبنا هينا لينا لكي تزوق حلاوة ان تزجد تحت عرشك سجدة لا ترفع رأسها الا لتنظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين